اذا اين دور البرلمان اين دور الديمقراطية هذه كلها قد عطلت بهذه الاسلوب هذا الاسلوب من الحكومة كل ما على تصوات بعض السياسيين بخطابات الكراهية تفتح شهية للتكفيريين بحثا عن فسحة ارض يغرزون باجساد قاطنيها قطع شضاياهم التي تنفلق بضغطة زر من اصبعها مجي اغروه بجنة لا مكان له بها الا بمخيلته سقف التفجيرات يتصاعد مع كم المفردات الطائفية التي تبذخ من شفاه بعض المنتفعين من الحان الوتر الطائفية العراق عانا معانا من الويلات وعلى عن الشعب الآن ان يأخذ قصة من الراحة وينعم بخيرات هذا البلد ونطالب مجلس النواب بتشريع قانون لمحاسبة كل من يثير الفتن في هذا البلد بعض الكتل السياسية دائما تعتمد على اثارة الفتنة عن طريق خطاباتها الموجهة لفئات معينة هذه الخطابات تكون سبب رئيسي للتفجيرات فيجب ان يشملوا هؤلاء برياح التغيير ويعاقبوا على ما يفعلون التصحيح الوزاري المرتقب والذي قد يحجب هذه الاصوات بدأ يصدم بالانقسامات العمودية والافقية بين الكتل السياسية التي وجدت نفسها امام موجة غضب جماهيري تطالبهم بالاسراع في اقرار التعديلات والقفز لمراحل اخرى تتمثل بتنظيف الاعماق وعدم الاكتفاء بالسطوحة حقيقة الكتل السياسية المفروض تتعاون مع السيد رئيس وزراء السيد رئيس وزراء ندعم من المرجعية بكل الأسف من تطاول او الضغط من عدم تنفيذ المصالع الاصلاحات اللي طالب بهم متظاهرين وطالت بهم مرجعي نتيجة سببها الكتل السياسية حد للان الكتل السياسية ما تتوالم حقيقة مع السيد العبادي ونتأمل ايضا يعني من كل المتظاهرين هالمرة حقيقة كنت ظاهرة هي حقيقة في سبيل فتح صدور السياسين او الكتل السياسية في سبيل تنفيذ ما يرضبه حد العبادي كما فوض الشعب العراق الدكتور العبادي في اوقات ماضية والبرلمان فوضه في اوقات ماضية والمرجعية فوضت فعلى العبادي ان يسير ولا انه استمراره خاض عن القرارات السياسية فلا يستطيع ان ينتج تغيير ولا يستطيع ان يغير في ظل هكذا ظروف وفي ظل هكذا ضغط اختلاف الرؤى على مستوى بعض الكتل السياسية يتعلق بشمول العبادي بعاصفة التعديل ليقع الاخير بين مطرقة التخلف السياسي وسندان كفاءة التكنقراطة لقيادة التحولات المصيرية في القادم المرتقب الذي قد لا يخلو من معطيات لا يحمد عقبها التحولات الدراماتيكية في الملفات الخدمية والامنية والسياسية وحجم التعقيدات والتوترات المتفاقمة تقوي لربما تيار الفساد امام فرضيات الاصلاح التي ينقصها ايضا التمسك بابنود الدستور الواضحة صباح حكيم قرات بلادي بغداد